المكسرات بأنواعها تحتوي على مجموعة من الفوائد الصحية على طبع يعني وتعكس إيجابيا على صحة الإنسان لكن لكل نوع منها يحتوي قيمة غذائية مختلفة سنتعرف اليوم معكم أصدقائنا على أشهرها وفوائدها مع ضيفتنا بالاستوديو الأخصائية التغذية رولا علوش أهلا وسهلا فيك يا أهلا وسهلا بقاءتكم يعني بداية يمكن إحنا نستخدم المكسرات كطرف أو كتسلية لكن فعليا هي إلها فوائد فخلينا نحكي عن فوائد المكسرات لجسم الإنسان حلو نحن أصلا بنظام حوض البحر الأبيض المتوسط من ضمن النظام عنا أنه فيه دائما مكسرات بغذائنا وهو أمر إيجابي بعض المعتقدات الشائعة عن المكسرات عند الناس اليوم هنغيرها أن المكسرات عبارة عن بس دهون وبالحقيقة المكسرات فيها نسبة دهون مرتفعة جدا لكن كمان فيها نسبة نشويات وفيها بروتينات فهي مو بس تحتوي فقط على دهون سعرات الحرارية مرتفعة لكن مو ممنوع أنه يدخل الإنسان بنظام الغذائي الشخص اللي حتى اللي بده يخسر وزن يعني أنا مثلا ما فيه دايت عندي إلا فيه مكسرات لأنه هي فعلا أول شي بتساعد على شبع لأنه فيها دهون فالدهون بالنسبة الدهون اللي فيها عادة أي أكل فيه دهون بتحلل ببطء في الجسم وبالتالي هضمه بيكون بطيء وبالتالي بيخلينا نشبع لفترة أطول فوجود الدهون هو عامل إيجابي نسبة الدهون فيها مرتفعة جدا لكن أي دهون هي الدهون المفيدة اللي غير مشبعة وبالتالي بالعكس هي منصوح فيها وكثير من الدراسات هلأ هنحكي عن أنواع المكسرات وحنحكي كيف أنه بتدخل بكثير من الدراسات المفيدة جدا وبتعطي أمر إيجابي كمان واحدة من الأمور المهمة أنه الدهون الغير مشبعة اللي فيها بتشبه كثير الدهون اللي موجودة بزيت الزيتون وزيت الكانولا فنحنا يعني مصادر الدهون الغير مشبعة لازم نعددها قد ما بنقدر نعدد بيكون كثير منيح فهو مصدر أيضا للبروتينات مثل ما ذكرت خصوصا عند الأشخاص النباتيين نحنا بنعرف أنه النباتين ما بياكلوا أي من المنتجات اللحوم أو الدجاج أو السمك بينقصهم البروتين فوحدة من المصادر اللي ممكن تعطيهم كمان نسبة من البروتينات هي المكسرات والنشويات يعني هي فعليا بتعطي طاقة يعني حتى قبل النادي جميل واحد ياخد قبضة من المكسرات مثلا مع فنجان قهوة صغير كثير كثير يعني يعني بقلهم هذول اللي الاثنين نسوا كثير ممتازين لأنه هذا بيعطينا طاقة وأيضا القهوة بتعطيه بترفع نسبة بتعرف بتخلي الإنسان يصير بالرياضة أداؤه الرياضي أفضل فدائما بقلهم نخدوا المكسرات مع القهوة قبل الرياضة حلوة هي المعلومة طيب خلينا نيجي للفروقات بين المملح والمحمص وما إلى ذلك هاي الأنواع من المكسرات اللي وتفصلين لنا عنه هلا بنبدأ باللوز لأنه أكتر نوع مكسرات نحكى عنه بالدراسات والعلماء حتى يعني أكدوا عليه هو اللوز ليش؟ لأنه اللوز واحد من المكسرات اللي بيحتوي على النسبة عالية جدا من فيتامين E وهذا الفيتامين هو يعتبر من الفيتامينات الذوابة بالدهون الفيتامينات الذائبة في الدهون دائما تعتبر من مضادات الأكسدة فدائما نحن ننصح فيها وفي دراستين بالحقيقة الدراسة الأولى اللي شفتها هي أنه عطوهن للأشخاص اللي عبياكلوا اللوز عطوهن تقريبا 30 جرام من اللوز تقريبا بيطلعوا 12 إلى 15 حبة اللوز حسب حجمة هي حصتين تقريبا أو حصة ونصف من الدهون عطوهن هاي الحصة من الدهون تقريبا على مدى شهرين وشافوا أو درسوا على هذه الفئة من الناس قديم بيأثر إيجابا أو سلبا على القلب وجدوا فعلا أنه اللوز بيأثر بشكل كتير إيجابي وبيقلل نسبة إصابة بالأمراض القلبية بنسبة 48% نسبة جدا مرتفعة زائد شغلة تانية ومهمة جدا هي أنه أيضا اللوز بيساعد كتير على توازن السكر عند مرضى سكري فنحن بنذكر بنقطة أنه المكسرات صحية ممكن إذا واحد تناول منها كميات كبيرة ممكن تكون سلبية لكن بالعموم دائما الأثر الصحي إلى أثر جدا إيجابي الدراسة الثانية اللي قلت لكم عليها تبعية السكري عطوهن يعني درسوا الأشخاص اللي مصابين بالسكري على فترة أيضا طويلة لكن عطوهن المكسرات يعني نلوز تحديدا عطوهن يا خمس تيام في الأسبوع يعني تقريبا يوم أي يوم لا فعلا لقوا أنه تحسن نسب مستويات السكر في الدم فبالتالي نحن كتير بننصح فيها للأشخاص اللي عندهم مشاكل القلب يأخذوا مكسرات طبعا نيئة وغير مملحة وأيضا الأشخاص اللي عندهم سكري هنالك كتير بيصيروا بيخافوا اللي عندهم سكري بيخافوا يأكلوا أي شيء لأنه كتير بيأثر على السكر وطبعا معهم حق لكن بنصحهم بأنهم يدخلوا بنظام غذائي على الأقل قبضة صغيرة ما بتتجاوز يعني عشر لوزات خلينا نقول باليوم حتكون من ضمن الأمور الإيجابية يعني فكرة بما أنهم نحكي عن اللوز هو يستخدم بشكل كبير جدا في الطبخ يعني بتلاقيه عادة نخلطه مع الرز بطريقة أو بأخرى ونستخدمه لزينة فهل إحنا بهذه الطريقة بنحصد الفائدة المطلوبة ولا على العكس يعني مع القلبة ممكن تقلم هلأ كل المكسرات مشكلتها أنه بتتأثر بالحرارة وخاصة مجموعة فيتامينات باء نحن بكل المكسرات فيه فيتامينات باء بس بكميات قليلة فتتأثر للأسف كل الفيتامينات الذائبة في الماء بتتأثر بالحرارة لأنه بتفقد الماء وبالتالي بتقيل قيمة الغذائية لكن هل تفقد مية بالمية؟ لا تفقد جزء كبير من الفيتامينات زائد شغلة تانية إذا عم نحط زيت وعم نحمصها لا تنسي أنه كمان إحنا هيك عم نضيف سعرات حرارية فبالتالي بصير بدل ما عم ناخد بس السعرات موجودة بالمكسرات بنصير بناخد سعرات موجودة كمان بالزيت اللي حمصنا زائد أمر آخر مهم جدا أنه حرق المكسرات أحيانا بيعمل هاي النقاط السوداء وهي عبارة عن مواد مضرة جدا بالصحة خاصة إذا على المدى الطويل ففيه النان حمصة لكن بيزيد قليل بدي يذكر كمان في شغلة اللوز غني جدا بالكاسيوم فكمان هذا مناسب جدا للأشخاص اللي ما بيشربوا حليب حتى حليب اللوز على فكرة من البدائل تعتبر من بدائل الحليب دائما بنصح حتى الناس عندي بالعيادة إذا ما بيشربوا حليب الحيواني عادة نروح لبدائل الحليب ومنها حليب اللوز في اللوز تحديدا برضو حبه وقف شوي عنده لأنه أنا بحبه طيب تفضل لأنه كثير من المرات برضو إحنا مننقعه مثلا حتى لما بدنا نستخدمه بالطبخ حتى لو ما بدنا نقليه مننقعه لحتى نشيل القشرة فبهاي الطريقة برضو الفائدة بتروح هو جزء من الألياف الموجودة بالقشرة حتروح إجبالي بس ما بتروح كل الفائدة يعني بتقليلي أنه زلت عنه القشرة حتروح للألياف لكن إذا رجعت قليته حتزيد نسبة الدهون وبلس حتروح للنسبة جدا كتير كبيرة من الفيتامينات فالأفضل إنه خليه بشكله طبيعي ما بقول إنه ما نقليه لا العزايم وعاداتنا العربية أنا بحبها وبحب العكس نشجع عليها بس ما بده يكون بشكل مبالغ فيه كمية المكسرات ما تكون كتير مبالغة وكمية الزيت اللي عم بحمص فيه المكسرات كمان ما تكون كبيرة طيب قبل ما نروح للمكسر ثاني مشانك كمان نسأل عن اللوز أنه الكمية المحددة مشان ما يصير في زيادة وزن حكينا شوي هلأ الأشخاص الطبيعيين اللي ما بده يزيد وزنه أو ينقص وزنه بياخد تقريباً 30 إلى 45 جرام من المكسرات بشكل يومي يعني تقريباً بطلعوا من اللوز تقريباً 12 إلى 15 حبة مع شوية كم حبة فستو يعني ترى الكمية مو كبيرة عطول بقل لهم يعني مشان حتى تقديرياً خد قبضة من اليد ومسحها يعني هي مو القبضة المعرمة أو الجبل القبضة العادية الواحد بقدر ياخدها ويمسحها بقدر يعني يكون بشكل يومي بس من النيئة والغير مملحة حالي أنا أفضل أنواع الاختيارات تكون أنه نيئة وغير مملحة طيب خلينا نروح معنا نوع من المكسرات الثاني هو الجوز بيقولوا كتير فوائد للدماغ وما إلى ذلك فخبريني هل هذا الشيء صحيح؟ حتى هو شكله دائماً بيربطوه بالدماغ أنا شكله مثل الدماغ هنا ليش فعلياً بيربطوه؟ لأنه هو نسبة الأوميغا ثري كتير مرتفعة لأنه نحن باللوز فيه كالسيوم عالي بالجوز فيه أوميغا ثري مرتفع جداً الأوميغا ثري مرتبط دائماً بتغذية الدماغ والذكاء وسرعة التفكير وأنه الخلايا العصبية بتتغذى بشكل أفضل في الدماغ لما بيكون فيه أوميغا ثري فنعم وحدة من الأمور اللي بتساعد دائماً بيقول لهم خدوا الجوز حطوه مع الفواكه المجففة مع التمر مثلاً للأطفال على المدرسة حتى فينا تحطوا الأم نسبة الأوميغا ثري كتير ممتازة فيه بالعكس أنا بحس أنه الجوز بس طبعاً ما بدي يكون مثل اللوز لأنه حجمه أكبر فكمية سعرات الحرارية فيه أعلى فأربع أو خمس حبات من الجوز بتعطينا تقريباً 30 جرام حاصة إذا جوزة كبيرة هاي بتعطينا حاصة من الدهون فنحنا يعني الكميات ما بدأت تكون بس على فكرة واحد إذا أكل أربع جوزات من عين الجمل فعلاً مع مثلاً ثلاث تمرات بلاحظ حاله أنه شبع لأنه هي مشبعة دهون دقيل فعلاً فنعم يعني بس الفكرة اللي أنا حكيت لكها قبل الهواء لأنه حكيت أنا معرولة أنه فعلاً عندي مشكلة بقصة مع المكسرات لأني بحبة كتير فممكن أبدأ بالمكسرات تماماً فببدا فيها وإذا كانت مع الشاي الأخضر فأظنني هيك يعني بستمر مع أني بعرف أنه خلص شبعاني بس بستمتع وخاصة إذا كان مع التمر والجوز فهي كيف ممكن أنا حلو لأنه دائما تعودت منك بيكون في بدائل يعني تخبرين عنا فخبرين شو ممكن أعمل لحظة تخلص شوفي البديل أنا بقول لهم أي شيء كل إنسان عنده في شيء بحياته بياكله ما بيقدر يوقف عنه إذا في ناس بيجيبوا شبس ما بيقدروا يخلصوا ما بيقدروا يوقف لي خلصوا بقول لهم أي شيء هاي قاعدة لما تفك ما حتسك ما تجيبه بكميات كبيرة عن جد ما تحطي مثلاً كيس اللوز أو الجوز أو شو اللي الشيء بتحبيه ما تحطيه جنبك أبداً أنا بجيبوا من اللي بكسروا عرفتي فأظنني عم كسر بستنكى حتى بكسر حطي كمية حطي كمية مثلاً عشر حبات خمس حبات حسب أنت شو يعني شو حابة تاكلي ضمن الصحن خلص التزمي فيها وخليها الكيس الأساسي خليه بعيد عنك بالمطبخ ما تخليه دائماً قدام عينك وجنبك هاي الطريقة كتير بتساعد رقم اثنين إنه دائماً أنا اللي بدي أخذ الجوز أخذه مع مشروب يعني لما بيكون لحاله أحياناً بتحسي إنه بتاكلي أكتر أما لما تشربي وتاكلي وتشرب ترجعي مثلاً قهوة شاي شاي الأخضر متما ذكرتي بساعد شوي إنه الإنسان يلتزم بالكمية أكتر من إنه عم بسعب يأكل مكسرات نعم فنعم وكمان يعني نقطة مهمة جداً إنه أنا مثلاً أكلت اليوم كميات كبيرة مثلاً على الغداء لحظت إنه غداي فيه مكسرات حاول إنه وجبة مثلاً أو ما بعد العشاء السهرة ما يكون فيها مكسرات ممكن استبدلها بخضار استبدلها بشي تاني أما إذا ما أكلت ممكن تزيد كمية المسموحة إلي فأنا بس بدي أعمل بالآخر هيك من فوق بقول لهم أنا بدي أعمل موازنة عامة على كمية الأكل اللي عبيد يدخل على الجسم خلال النهار طيب من الجوز خلينا نروح للكاجو أو الكاشو يعني في بعض الثقافات العربية خلينا نحكي عن فوائد الكاجو الكاشو عطول بيقوله عليه بيسمن كتير مرتبطة فيه ممكن أنه شكله هيك شوي دبدوب شوي لكن فعلياً لا يعني هو مثله مثل السعرات الحرارية ما بيفرق يعني الملعقة مثلاً من المكسرات كتير بيفرقوا بين بعض مثلاً خمس سعرات حرارية وشيء لا يذكر ففعلياً الكاجو بالعكس من المكسرات الكتير مفيدة نسبة الحديد فيه مرتفعة قلنا باللوز كالسيوم بالجوز أوميغا ثري عالي بالكاجو فيه حديد مرتفع فكمان واحدة من البدائل الممتازة جداً أيضاً في نسبة ألياف ممتازة نحنا بدي يذكر هون نقطة مهمة أنه نحنا كأشخاص طبيعيين سيدات بيحتاجوا تقريباً 25 جرام من الألياف والرجال بيحتاجوا تقريباً 35 إلى 40 جرام فنحنا المكسرات واحدة من أهم المصادر اللي بتعطينا نسبة من الألياف الممتازة جداً فتغني على الخضروات مثلاً؟ لا طبعاً الناس ما بيحبوا الخضروات فعلاً لا هي ما تغني لكن فعلاً بتعطي جزء من الاحتياج يعني ممكن مثلاً بصحة من المكسرات خلينا نقول المتوسط الحجم ممكن واحد ياخد من 10 إلى 15 جرام من الألياف إذا كانوا منوعين وكميتهم جيدة فجيد ممتاز يعني 10 جرام ألياف ممتازة جداً فدائماً بنصح فيها الناس حتى اللي ما كتير بياكلوا ألياف خلال اليوم دائماً يكون في مكسرات بيومهم حلو طيب في كتير من الأشخاص كمان ممكن خلال يومهم خلال عملهم بياخدوا هيك المكسرات جاهزة بأكياس مغلفة من الماركتات من السوبر ماركت ما إلى ذلك وهيان بتكون هي يعني مختلطة فيها ممكن مملحة ومو بس كمان بيكون فيها مثلاً كاجو وجوز ونفس الوقت فيها ممكن اللوز اللي حكينا هو ممكن أنا أخذ الفوائد العديدة اللي منهم وأخذ مثلاً ما أكل كتير مثلاً حبي حبتين قديش ممكن أكل فخبرين أنا أنا مثلاً في واحدة من المكسرات ما بقدر يعني أوقف عندها هي الكاجو كتير كتير بحبها فما بأخذ كميات كبيرة بأخذ أصغر حجم خلص باكله خلص فما بيكون دائماً موجود دائماً بتحسي أنه جعب عليك تأكل منه كميات كبيرة مثلاً بقيت المكسرات موجودة لما بتكون موجودة عندك بالبيت حتى لو موجودة وما كتير أنت بتحبيها ما حتى أكلي منه الكميات الكبيرة بالعكس طريقة تنويع المكسرات ممتازة أنه أنا بأخذ من هون شوي أوميغا ثري من هون شوي بأخذ حديد من هون كالسيوم فبالعكس أنا بحبها ومياً بحصل على هالفوائد أنا الموجودة بهذا المكسرات وحتى الفستو الحلبي واحدة من المكسرات الممتازة جداً ومشهورة كتير بيعلمنا خاصة ببلاد الشام بتلاحظة أنه بركزوا كتير عليها فنعم الفستو الحلبي يعني يمكن أكتر شي بميزه هو مجموعة فيتامينات باء اللي هي مسؤولة عن إنتاج الطاقة بالجسم وأيضاً أهم أهم فيتامين نحنا بهمنا كتير للمرأة الحامل هو الفوليك أسد حكينا مرة سابقة عنه فأيضاً هو مصدر لفيتامين فوليك أسد ممكن كمان السيدات الحوامل هلأ ينتبهوا على تناول كميات لا بأس فيه متوازنة تقريباً من الفستو الحلبي أو حتى الفستو العادي ترى ما كتير بفرقوا بس الفستو الحلبي أغنى شوي بفيتامينات بي فهي تقريباً أهم أنواع المكسرات يمكن ضل عنا السنوبر هذا السنوبر اللي أعطوهم على الأكل السنوبر فيه دراسة لطيفة جداً عنه وحدة من الأمور اللي كتير لفتتلي نظري أنهن عملوا دراسة على مجموعة من الأشخاص لفترة تقريباً درسوهن 8 سنوات طويلة الفترة فوجدوا أنه تناول 2 ملعقة من السنوبر بشكل يومي خفضت عندهم الشهية فأنا صراحة كتير مبسطة لأنه هي فعلياً بالمنطق المكسرات تحتوي على دهون وبالتالي هي بتشبع فبالعكس السنوبر من الأغذية الممتازة جداً ممكن ندخله بغذاءنا هو يعني منخفض بالكالسيوم بس غني بالماغنيسيوم المهم أيضاً للعضلات فبالعكس بنصح فيه جداً خاصة للأطفال لأنه بحس حجمه صغير فالأطفال بحبوا الأشياء اللي حجمه يمكن لما تعطيهم عين الجمل ما يتقبلوا حجمه كبير بقول لهم دائماً نطحنوه أو على الأقل قللوا من حجمه ونحطه ضمن الأكل أما سنوبر لأنه حجمه صغير كتير مناسب للأطفال بنصح دائماً بملعقة صغيرة مثلاً بشكل يومي على الصلطة ممكن تنحط أو مع الساندويتش أو أي شيء بأي طريقة ممكن تدخل كبيراً لو نحكي هيكاً شوي على الأوقات هل في أوقات معينة مثلاً بتفضلي أنه تتاكل فيها المكسرات وأوقات لا؟ هلأ هي من الشائعات المغلوطة عند الناس إذا كلتي مكسرات بالليل بتسمني هذا الحكي يعني من الأمور الخاطئة فعلياً إذا مجموعة السعرات الحرارية خلال النهار أنت يعني منتبه إلى ما هيأثر أبداً تاكلهم بالليل بالصبح بأي وقت أنا بحسهم أفضل وقت هو لما تجوعي لأنه هو كسناك كتير مهم خاصة للي أشخاص دوامهم طويل يعني مثلاً شخص بيطلع الساعة الصباح من بيته وبيرجع مثلاً سبعة أو ثمانة بالليل بندوا سناك خلال النهار يساعدوا على أنه يعطي طاقة ويشبع كتير بلاقي ممتاز بنحط بدرج الموظف سريع الحصول عليه بس أهم شيء ما يجيبه من المكسرات المملحة والمحمصة لأنه قد يغني يعني العشاء خصوصاً أنه وجبة العشاء قد تكون مؤذية يعني للي بحبوا هلأ هو كيف بيغني ممكن يشبع بس ما بيغني ليه لأنه العشاء فيه خضار مفروض يعني العشاء الطبيعي فيه خضار فيه مثلاً نوع النشويات معقدة مثلاً ساندوش صغيرة من التوست الأسمر مثلاً أو صمونة سامرة صغيرة القزرولة أنه قد يغني عن الأكل الليلي يعني مثلاً للأشخاص اللي بيجوعوا بالليل نعم إذا كان الشخص مثلاً مؤاخد وجبة الغدم تأخرى بدل ما ياخد وجبة عشاء ممكن أنا بدأ ما بنصحهم مع خدوها مع كوب لبن قبل النوم كتير ممتازة ممكن فعلاً تكون بديل جيد بس ما بكميات كبيرة مشان ننتبه شوي لأس يعني هي مشكلة الكالوريز فيهم مرتفعة يعني فبننتبه بس من موضوع الكميات يبدو كل نوع مكسرات بدو حلقة لوحدة فأكيد لابد يكون فيه لأن حلقات متجددة مع الأسف انتهى الوقت شكراً كثيراً وجودك معنا أخصائي التغذير والعلوش على النصائح القيمة والجميلة شكراً كثيراً إليك شكراً